اشتركوا في القناة وشهد جلال تهرعه الله بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم كما بعث صاحب السموى الملكي لامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنية إلى أخي صاحب الجلال الملك محمد السادس عهد المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكر احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد ضمنها سمه خليص تهني وتمانيات لجلالات العهد المغربي بدوام صحة وسعادة ولشعب المغرب الشقيق اطراد التقدم والتطور في ظل قيادة جلالاته الحكيمة مشهدا سمه بالعلاقات الأخوية الوضيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تهنية ممثلة إلى أخيه معالي السيد عبدالله بن كيران الوزير الأول بالمملكة المغربية مهنيا سمه فيها بهذه المناسبة الوطنية هذا وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر سموه فيها عن صادق تهنيه بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد متمنيا سموه لجلالته وفر الصحة والسعادة والمغرب وشعبه الشقيق كل التطور والنمى واشهد سموه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات ترجمة نانسي قنقر